هلابكم حبايب كلبي هنعمل كاكتر الدخن كاكتر الدخن مقاديرها معروفة اللي هي بدون بيض انا رح اعملها معاكم اغلبكم اعتقد يعرف المقادير بس هنجددها مرتانية مع بعض عندي كوبين من دقيق الدخن عندي نص كوب سكر نص كوب زيت نص كوب حليب بودرة رشة ملح نص ملعقة صغيرة جرخة ونص ملعقة صغيرة هيل وملعقة صغيرة مليانة باكينج باودر اللي هو هادي هادي الملعقة وكوب ونص ماء اول شي رح احل الماء مع السكر هادي اول خطوة رح اعملها اني ادوب السكر في الماء حطيت كوب ونص ماء ونص كوب السكر وراح اخفقهم شوية كده لحد ما يدوب السكر راح اخد كمان نص كوب حليب البودرة ونص كوب زيت ما شاء الله اني هادي الشكاوي برا هادي الزامية كل يوم كيان ومحمد راح اقلب الزيت مع الحليب والماء والسكر راح اضيف الهيل الملح هيل وغرفة طبعا والملح وراح اضيف الدقيق الدخن والله هدي اسح الكيكة اعمليها كيان وكمان لا ننسى البيكن فاضر راح نفق هذا قوام الكيك كيان عندي خلص حيروح الصينية حطيت عليها تمر تقريبا عشر حبات وراح احط عليها حبة البركة حبة البركة اختياري بس هي حل ومع كيك تدخل اي صينية تدخل عندي الفرن لا ادخلها كده لفرن بشرة لازم احط تحتها صينية ثانية انا كده طبعي وكده متعودة ما اعرف ليش بس خلاص كده احب اضمن ان الكيكة ما تنحرق من تحت اذا سواء نوعيتها ممتازة او لا هذه نوعيتها لك عليها بس هي حلوة انه معها قطاعة اشكت انا احب استخدمها فاحط تحتها صينية عشان ادهي نوعيتها رديئة اه ما تحرقني الكيك اه ايوا حطوها مع كل صينية تحطوها بالفرن كيك او حلة صينية تحت خلصت كيكتنا الجميلة راح اسقيها بشوية عسل يعني شوية مو كتير في ناس تحبها بالعسل وفي ناس تحبها بدون بس انا برأيي كده العسل يعطيها منحوب لمعة جنن اخليها بالعيد هذا سيبقى ترجمة نانسي قنقر